افتتح كل من وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة لاتحادي بن كين رايكاني ومحافظ دهوكا علي تتر مركزا تخصصية لمعالجة الأمراض السرطانية وزراعة نخاع العظام للأطفال في المحافظة تم إنشاء هذا المركز المتخصص لعلاج الأمراض السرطانية وزراعة نخاع العظام للأطفال في محافظة دهوكا على مساحة ألف ومئة متر مربع ويضم أربعة طوابق من هنا نشكر مجلس النواب العراقي على تخصيص مبلغ لتنفيذ هذا المشروع وتحديدا ممثل محافظة دهوكا وتم إنشاؤه بجهودهم وهو أول مشروع تنفيذه الحكومة الاتحادية تحديدا وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة بالتعاون مع الحكومة المحلية في دهوكا وبلغ كلفة المشروع ستة مليارات دينار عراقي لتجهيز البناية فقط وسيتم بعدها تجهيزه بالأجهزة والمعدات اللازمة في المرحلة المقبلة للمشروع